لما نيجي ندرب كمان حداجة تقول هنا 300 جنيه ممكن حد يبصرم على أنهما رقم قليل ندربهم في 11 مليون مواطن هيستفيدوا من 300 جنيه زيادة دول مش بس 11 مليون بالنسبة للنسبة الزيادة احنا لو بنتكلم عن أن هناك نسب زيادة في السلع أو في المتوسط 36% فاندتك علاوة تعادل نسبة زيادة عن السنة اللي فالت 100 في 100 بدل 300 والفكرة 300 كانت لسه في شهر 4 وكانت استثنائية برضو وبالتالي بيبقى فيه 300 تانية يعني احنا بنتكلم عن حوالي قرابة المية في المية القصة بتتلحد الأدنى الأجور نفس الكلام لما بسط لها عن بارح لقيت أن احنا لما تيجي تحسب الـ 500 جنيه عالتها 500 تلاقي أن فيه زيادة قرابة الـ 15% يبقى أنا النهاردة بدي للناس اللي هي أكثر احتياجا والفئات التي تستحق فعلا الدعم أن أنا بزود لها نسبة حوالي 15% من داخل ده بخلاف حتة تانية وهي الإعفاء الضريبي الإعفاء الضريبي أن احنا نرفع من تقريبا 36 ألف إلى 45 ألف الفرق التسعة تلاف جنيه ده بيمثل برضو حوالي 15 لو ضربته في 15% فئة الضريبة هتلاقي أنها ممكن توفر لك 1350 جنيه 36 ألف دوء الدخل سنوي أزبوط مالي الدخل الإعفاء الضريبي طلع بنسبة 25% يعني 9 ألف جنيه فتقدر تقول أن عند أدنى شريحة ضريبة هي وفرت لك ما لم تنفقه هو يعتبر إراد يعني أنت اللي مش هتدفعه للضرائب كأنه إراد لك فبتعمل عند أدنى نقطة 15% حوالي 1350 جنيه القرارات كلها متنصقة بالنسبة لفندم أيضا القرار هو زيادة الفئات المالية الممنوحة المستفدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعشات بيجبالي 5 مليون أسرة هؤلاء 5 مليون أسرة بتاعت تكافل وكرامة بياخدوا نفس الاستثناء وبياخدوا نفس المبلغ استكمالاً لمشروع حياة كريمة فمعمول عندنا تكافل وكرامة ممكن كان الضيف اللي قابلي مع حضرتك بيتكلم إن إحنا عندنا 4600 قرية في مصر الكرة الأكثر احتياجاً بتعمل لهم حياة كريمة بالإضافة إلى معاشات تكافل وكرامة والمبالغ اللي بتصرف من خلال تكافل وكرامة كل ده في النهاية بيصب على تخفيف العب على الفئات الأكثر احتياجاً لما بنيجي نتكلم عن التنمية الاقتصادية وتكلفة التنمية الاقتصادية إنعكاس دواء على المواطن الأكثر احتياجاً قد ما بيشوفوش مباشر للقرارات اللي خدها في خامة الرئيس حياة تأفكت المواطن مباشرة مباشرة في حاجات حياتية إذا كانت زيادة في المعاشات الاستثنائية زيادة في تكافل وكرامة زيادة في الحد الأدنى لمزرعين النهاردة احنا بنتكلم عن الزراعة أو في مصر الزراعية مستقبل مصر الزراع هي نواة التصنيع الزراعي لما نحن نتكلم عن الزراع يعني احنا بنتكلم عن موات خام بتدخل في التصنيع الزراعي مواد خام بتستخدم في تصنيع صناعات تحولية ممكن استفيد بها بالتصدير ويمكن مصر السنة اللي فاتت معدلة التصدير بتاعتها ارتفعت بحوالي 20 مليار دولار كل ما بننتج أكتر كل ما هنقدر نصدر أكتر العجز في الميزان التجاري بتاعنا هيقل وبالتالي الفجوة اللي احنا بنعاني منها دلوقتي هتقل ونأمل في المستقبل القريب انعكاسات اللي عملتها الدولة خلال 10 سنين تنعكس على الاستثمار وتنعكس على الصناعة